السلام عليكم كيف تروني أرى سلام عليكم السلام عليكم اليوم سوف نشارك معكم اشترك كيف تصنعون في الدار صراحة برخاسة ملابسة 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 يجب بسيطة ملابسة 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 سوف نعبر ملابسة ملابسة تقوم بحق نحاول نعبر ونقطع السنت يجب أن تستخدم هذا المقص ومسدس الشموع يمكن أن تستخدم هذا المقص هذا ما كان البنات يجب أن نحاول أن نعبرهم جيدا ونقدم فيهم بحلقة الحلويات نضيفهم بحلقة المنسيمة في البيت ونضيف الشموع ونرى النتيجة الأخيرة حينما يصلون بحل جدا ونضيف المنسيمة في المنسيمة سوف نضيف المنسيمة بالطبع سوف نضيف المنسيمة المنسيمة نحاول انكم تعبروا عينيكم ميزانكم نحاول اننا نعبروا طول العرض وفي نفس الوقت سوف نسخنوا هذا المسدس من الشموع نحاول اننا نسخنوا جيدا ونحاول ان ندوزوا من الجنب ونستقديروا لانه يكون البنات يبرد لانه يبغيش يسخلنا دغياء نحاول اننا نسخوا عرفتوا البنات ما يشدوش لنا نهائي الوقت يقضوا يجدونا في واحد الوقت اللي ما غاديش نقول لكم ما كاناش حتى خمسة دقيقة دغية دغية كنكونوا ساوبنا بلاتو ديال اكسيون اللي يتمانوا صراحة غالي بثاف ونصبوا باشياء اللي بسيطة كيف ما قلت لكم ما غايتعداش لنا التمن ديالو قاعدتا الى قدر ما غاديش يوصلني نهائيا عشرين درهم ما غاديش يوصلها لان ما شاء الله ديكسين تالي كدير ميا وستين ارا هالبنات راكم عارفين يعني كدير ميا وستين كنديرو منها بزاف ديال الحواج وبالنسبة يعني الزاجارة كيف ما قلت لكم كيبقى على حسب انتومة مور الجاج كنت مشو شروع عندو يعني الجاج وكد انتومة كيبقى على حسبكم العارض والطول ديال الجاجة على الدق اللي بغيتوا انتومة يقدر تدورها صغر من ديال يقدر تدورها قدها المهم كيبقى لكم الاختيار انا هاد القياس صراحة ليدرت جا قياس زوين نفس الوقت جا صراحة زوين وعاطي بحل هاكا للعين وستفيل البنات كيف ما قلت لكم كيبقى لكم تومة الاختيار بالنسبة يعني للعبار ديالهم هنا راه قلسة نقطع يعني كنعبر سوف نحاول البنات انني ندير مزيان هنحاول انني نصوبوا هلا تشكل كيف مما شفتوا كيف ما قلت لكم اللي معداش ممسدسي مقالة تستعمل غير الشموع العادي هذا كان شروعك يحاول اننا نسخنوه سوف نديره بالنسبة لكي يتجلق لنا هنا فجاج رمان خافوا له من اللي نغيبس سوف نتقلع بوحده وانشاء الله سوف ننظف هذا البلاتو ديال الزج بشوفوا كيف يأتي هنا راه برد ليا دغية يعني خاصة نعاود من بعد ما تلصقت الجهة الاخرى بحلقة ما يجيش الفيديو طويل باش ندير معكم هذه الجهة سوف ننسبة لبنات السمن ديال هذا كتصورني الى ثلاثين درهم هذا الصغير 30 درهم هذا الصغير 30 درهم ويختلف على حسب المدن ثمن دياله سوف نأخذوه صراحة لبنات عامل يزوين بزاف والله يلزوين يصلح لكم بزاف ديال الحويج صراحة خاصة من عشاق الدكورات بحلقة نصوبوهم غيره هو البنات ثماني نديرو بحل هكذا يعني شمع نحاول دغية تغيير السخول لانه كيف مقد لكم كيف يبرد دغية نحاول نسخون نقضوها بحلقة مجنب باش يجينا يعني لديك السينتا مقادة هان سوف تكتب لكم السينتا عادية ولكن تطلق دك اللماعان وقدر دك شكل بحل ديال البريون ولكن هي را عادية بزاف هنا كنوريكم هادي الشمعة هادي هادي ممكن لكم تاخدو غيب حل دير الثمن ديالك يدير شو جدرهم وتسخنوا وصفي دوزوها كبيد ديالكم كتكون كبيرة م شاء الله وتسخنوا دوزوها كبيد ديالكم انا سوف تسخنوا ديالك و هاو كيكون لدينا بلاتو ديال اكسيون بسيط جدا و صراحة ان كي يجي بحاله يعني يراقي صراحة بحاله و زوين هذا مكان والمهم غادي نحاول ان انا غادي نوريكم باش غادي نزينه بشي تزين بسيط واكيد غادي نحاول ان انا نقضوه من التحت باش بحال كحته لابين نحطو بلاتو يجي شي شوية عالي و في نفس الوقت يجي ما كيت حطش يعني بلا يجي واحد شوية عالي و ما يبقى يعطينا يعني كان عرفوا بان المرايا خصوصا لكنا غا نحطوها يعني مرايا غا تحطيها في الارض و لا شي حاجه كتها رزغية غادي نديروا ان شاء الله واحد الحيلة لتحت بحاله باش بحاله كان نحطوه و غادي نمسحوه ان شاء الله بشوفوا الشكل نهائيديال و دبارك نكون سالي يعني صوفت له يعني سينتش في جناب كاملين جسره حتى نراقي و جزوين بزاف انا صوفوا بحاله البنت اللي وريتكم دابا هذو كره ساهلين هنا منخفوال و هذي كم يعني ذاك الشمع اللي تلق لنا بغية غي غي يحيد غير نشف غي يحيد الراسه هنا بس صوفت هذوك البنت اللي وريتكم خديت واحد كنينيك سهناء و اخدوشي مانادي المهم اللي عندكم تحاول انكم كتديروا فيها الشمع بحالة تغطيوها و تبسطوها تبسطوها غير شي شوية تبسطوها بحالة تغطيوها باش متلفق لكم في يديكم رأينا و كي لسقط غير تبسطوها تكون عندكم بحالة شكل ديال الشي سضيفة يعني كتكون بحالة شكل ديال الشي سضيفة و هذي نحاول اننا نسقوها في الجناب نسقوها البنت بحالة هكا في الجناب باش تجين بحالة كما قد لكم ديكون هانتو ما عادي سوبهم كبار و الأصغر كي بقال لكم الاختيار نحاول ان نسقوها بشو وحيدة حتى نسقوها لاننا خاصين الحشيات سيخصونا ربعة الوحيدات بحالة كفو البلاطو و هذي نسقوها بالنسبة للسقو عادي سنضيق شوية ديال الشموع و هذي نحطوها عادي جدا و كيف ما قلت لكم هذا الشي اللي يكون كي تحليا لا نخاف منه تشي حجرة و هذي نصبها لدينا بلاطو نقي بزر هذي نكمل بحال هذا الشكل تنحيضهم كاملين و اضغيار كيف ما قلت لكم البنات كان صاوبوا واحدة مالية بسيط و علش لقاء الانسان انه يصاوبوا و يدخل في واحد الفلوس بحالها يكون مشروع المرأة في البيت ديالها تصاوبوا و تقول بسم الله على البركاته لعلشنا لا نتوكل على الله تبيعهم كأنهم مصنوعين علش للبنات لا يوجد انسان انه يعاون راسه خصوصا لك انه الناس عزيزين هنتو بالبنات كي بان لكم شكل دياله و صراحة تنزوين يعني كي بان بحال الاكسيون تماما او البنات هوكي عبر على راسوب لما قلت حاجة هدو كل كيسان اللي كنت صابت معاكم الكيسان اللي مشقين من اللحوم و مش نزينهم البنات اللي ما شفوه مش هنخلي لكم مرابط ديالهم في صندق الوصف بالنسبة لما شفوه مش هدور الكيسان مشقين من اللحنا همش و حاولنا ان نزينهم بذلك الشي اللي عندنا و بالنسبة لذيك القرعة كان صغيرة بزف و كان حاول ان ندير فيه شي سبق بحال هذا الشكل و يعني تهرس بقى و لكن حاولت انا نزين بحالة الشكل مهم جدا حاجة بسيطة جدا و لكن راقية و زينت بحال الشمعة يمكن لكم زينه بحالكة يمكن لكم تديره بلاط والحلويات والمملاحة يعني يبقى عديد الاستعمال يمكن لكم تديره مشروع مربح في البيت ديالكم خصوصا المرأة و هذا ما كان كانت تمنى من الفيديو و تكونوا استفتهم لايك ديالكم و متعليقكم بارتج مع الاهل و الاصدقاء بيش تعمل فائدة على جميع اذا نقول لكم خليتكم على خير و خليت لكم الراحة و الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة و تحياتي لكم